آخر إصدارات المحكمة الخاصة بلبنان في قضية ادعائها على قناة الجديد وجريدة الأخبار وكرم خياط وابراهيم الأمين قرارها بتلازم المسار والمصير بين القضيتين فبعد تقديم الجديد دفعا بعدم اختصاص المحكمة للدعاء على أشخاص معنويين وموافقة القاضي نيكولال تياري على عدم الاقتصاص استؤنف قرار القاضي لتقرر هيئة الاستئناف وعلى عكس قرار الاتياري أن للمحكمة اختصاص في محاكمة تليفزيون جديد وحده القاضي اللبناني ولد عكوم في الهيئة صوت ضد هذا القرار تزامنا قدم فريق الدفاع عن جديدة الأخبار الدفوع عينها المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة وبعد موقف لافت أصر القاضي لتيري على عدم الاقتصاص مخالفا رأي هيئة الاستئناف في قضية قناة الجديد استؤنف قرار الاتياري من جديد ولكن هذه المرة قرر رئيس المحكمة ديفيد باراجوانث استبدال القاضي الوحيد الذي صوت ضد قرار اختصاص المحكمة بمحاكمة القناة بالقاضي اللبناني الآخر عفيف شمس الدين قرار هيئة الاستئناف المعدلة آت بالإجماع هذه المرة بثلاثة أصوات لصالح اختصاص المحكمة بمحاكمة جديدة الأخبار رئيس المحكمة ديفيد باراجوانث الذي أطلق محاكمات الأعلام اللبناني صرح في حديث صحفي قائلا أن الأعلاميين يتولون مهمة مراقبة أعمال المحكمة ويحق لهم أن يكونوا قضاة على المحكمة أمام الشعب اللبناني يبدو أن لباراجواناث حسا فكاهيا خاصا ألحق قرار الاستئناف بحركة من القاضي شمس الدين يؤكد تصويته لصالح القرار معلفته للحسرة التي تعتريه من عدم إلاء الملاف للقضاء اللبناني ويليت الحسرة تصرف في سير العدالة مشهد التحسر يذكر بقرار إغلاق الأم تيفي الذي صدر عن محكمة التمييز التي كان يترأسها شمس الدين وقت ذاك أيضا عبر شمس الدين عن حسرته في مقابل حسرة شمس الدين أصولية القاضية جانيت نوثوردي التي استنكرت في رسالة لها ملحقة بالقرار عدم اعتماد القاضي لتياري قرار الاستئناف في قضية الجديد الذي أعطى المحكمة اختصاصا في محاكمة الشخصيات المعنوية حس فكاهة لدى باراجواناث حسرة لدى شمس الدين وأصولية لدى نوثوردي اتصلنا برئيس تحرير جريدة الأخبار إبراهيم الأمين لاستطلاع رأيه في هذه الخلطة وقرار المحكمة ملاحقة جريدته فات الجواب مختصرا أنا غير معني وغير آبه لكل ما تقوم به هذه اللعبة المملة التي يطلقون عليها اسم محكمة جاد غصن قناة الجديد